السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في السنة الثالثة الرابعة وحتى ان شاء الله الخامسة ابتدائي معكم الأستاذ ياسمين وان شاء الله ابنائي وبناتي رح نشوفوا اليوم درس في مادة اللغة الفرنسية اللي نحتاجه كثير 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 باش نولي نفهم الأسئلة تاعي في اللغة الفرنسية فهم أمنائي إذن يلا هنشوفوا شنو هذا الدرس المهم جدا اللي بيه نقدر نقرأ السؤال ونفهم هذك السؤال وش راه مطلوب مني إذن يلا نلاحظوا لازم نعرف بعدما بينسيخ سنة الثالثة يقرأ ولا الفابة معنتها لازم يعرفوا صيغة السؤال مثلا كي يكتب لي في سؤال ولا نسمع الأستاذ ولا الأستاذة تعيقوا الكلمة جولي لازم نعرفها باللي قصدو اقرأ ولا أقرأ فهم جولي معنتها أقرأ خلاص هذه لازم نحفظوها نكتبوها ان فرنسي ونكتبوها تحتها بالعربية باش هكذا نفهموا ولا حبيتو كيمانتوما كيمان عفون أنا أرسمتها باش هكذا منزج قاعد نغلط فيها إذن نحفظوا معاها بعد جولي كي يقول للأستاذ جولي معنتها أقرأ يقدر يعطيني أفخاز ولا أمو معنته يقدر يعطيني جملة ويقول لي قراها ولا يقدر يعطيني كلمة ويقول لي أقرأ مفهم يلا نشوفو المثال الثاني كي يقول لي جيكري جيكري معنتها أكتبو مفهم عاودوا معايا جيكري معنتها أكتب إذا الأستاذ قال لي جيكري معنتها نبدأ نكتب مفهم نفس الشي يقدر يعطيني كلمة نكتبها ولا جملة مفهم جيكري معنتها أكتب هذي لازم نحفظها جلي أقرأ جيكري أكتب يلا نروحو معايا بعد جيديسين جيديسين معنتها أرسم كي يقول لي جيديسين معنتها نوجد روحي بالألوان بقلم الرصاص معنتها رح نرسم مفهم جيديسين لي أرسم مفهم يلا نكملوا معايا بعد جيكولوغي جيكولوغي معنتها أولوين فرق ما بين أرسم وأولوين جيكولوغي معنتها يقدر يعطيني بعض الكلمات الخاطئة الصحيحة ويقول لي غير نلوين غير صحاح مفهم مو شو معنتها جيكولوغي معنتها أولوين مفهم مثلا أولوين الإجابة الصحيحة جيكولوغي جيسولين مثلا يقول لي جيسولين لنو مثلا أسطير على الإسم مفهم جيسولين لفرب معنتها أسطير على الفعل نعودو مع بعض جيسولين معنتها أسطر هذو رح نحتاجهم الكثير الكثير في الأسئلة تعنا لأنو كي نقرأ النص إن شاء الله رح نشوفوا يقولنا سواء تلتة ولا ربعة ولا حتى الخامسة ديوما كي نقرأ نص مور نص وشيح يجي نحي يجوني أسئلة مفهم لازم نعرف كي يقول لي جيسولين معتها رح نسطر كي يقول لي جيكخي معتها رح نكتب اوكي اتستغر يلا نروحولي بعدها جونتوغ جونتوغ وشو معتها جونتوغ؟ معنتها أحوط جونتوغ لالتر L معنتها نحوط على الحرف L اوكي نعودو مع بعض جونتوغ معنتها نحوط ما نروحوش نديرو هاكا هذي جون كادغ معتها دي ندير كادغ مفهم كي يقول لي جونتوغ معنتها رجحها كلي دائرة بويضة مفهم يلا اللي بعدو جغلي جغلي معنتها أربط جغلي مثلا جغلي لسنونيم معنتها أولا لزنتونيم سنونيم معتها المرادفات انتونيم معتها الأضلات مفهم مثلا نعطيو مثال لكن انا وش لازم نعرف باللي كي يقول لي جغلي معنتها أربط يعطيني منها يعطيني مثل بي خانات فيها بي وخانة فيها لربونس ا مفهم يلا قلنا جغلي معنتها أربط يلا اللي بعدو جغو كوبي جغو كوبي جغو كوبي غو معنتها نعاود مفهم كوبي معنتها وعيدو الكتابة جغو كوبي ست فخاز معنتها عاود تكتب هاد الفخاز معنتها هو يعطيني فخاز ويقول لي عاودي كتبيها مفهم جغو كوبي معنتها نعاود نكتب كي معطاهاني مفهم وحداري بين قوسين الأبنائي كي يعطوا لي معنتها يعطوني كلمات مشي متلسقين ولا عفون لينا تخليهم الحرف لازم نعليا نديرهم معنتها نلسقهم ناخدو أمثلة مثلا أنا كي يكتب لي هكا مثلا ناخدو غاب اوكي حيكتبها لي هكا أنا غاب ما نكتبهاش هكا لازم نلسقها اوكي تقول لي هكا غاب اوكي جامي نغلط لأنه في اللغة الفرنسية هذه نكتبوها غير في الكتابات اوكي لازم احنا نديرو هذي نكتبو هكذا وإن شاء الله حنوري لكم أسهل طريقة إذا حبيتو طبعا تشنولو نكتبو أتاشي معنتها مثل السق يلا جغو كوبي خلاص حفظناها باللي وعيدو الكتابة جدي كوب جدي كوب هناك يكون زيما في حسة ويقول لي بخوف جدي كوب اوكي معنتها اقصو اوكي يلا لي بعدو جليف لاما جليف لاما معنتها نرفع يدي مثلا الأستاذ يقول لي جليف لاما معنتها ما نهضرش هكذا بفوضى وإنما كي نحب حاجة نرفع يدي قبل يعني باش نستأذن جليف لاما معنتها نرفد يدي يلا جيكوت جيكوت أسمع ولا أستمع جيكوت أستمع يلا جيكوت معنتها انظر انظر يقول لي جيكوت معنتها انظر هدي جام ينسوا يلا بالنسبة اللي يقدر السؤال يقول لي فغي و فو دايما فغي معنتها صحيح فو معنتها خطأ هدي جام ينسوا لحفظوها هدي جاي اللي كتبتها لكم اليوم لازم أبنائي وبناتي تكتبوها في كرس المنزل تاكم باللغة العربية ثم اللغة الفرنسية ومثلا نرسم إذا حبيتوا ترسموا هكذا باش قلنا مازيش قام غلط فيها لي أنه هدي سر تاكم تا اللغة الفرنسية باش تقولوا تفهموا وشوي يطلب مني في السؤال مفهوم فغي صحيحة فو معنتها إجابة خاطئة إذا هذا كان بالنسبة قلنا للدرس الخفيف تا عنها اليوم اللي كان مثلا كيفاش نقر ولا الأسئلة تاعي دوما رح تبدأ بهاته الكلمة اللي لازم عليها نحفظهم إذا اللي عنده أي سؤال ولا يستفساري خليهولي في التعليقات نجاوب علي في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله